كما أشار رئيس السيسي إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل يمثل فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عرض مشاكل المستثمرين ليس عيبا في الحكومة أو في الدولة ولكن يتم عرضها من أجل إزالة جميع معويقات الاستثمار وبالتالي إحنا كدولة مع رجال الأعمال في مصر نحط إدنا في إدنا بعض ونجتهد وكل المعوقات اللي بتقابل بحق مستثمرين ورجال الأعمال في مصر نحلها ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة اللي إحنا يعني حنطلق أجندتها دكتور مصفف مش كده أول الشهر ده ويعني في خلال الشهر الجاي حكون بنتكلم في فعلياته أرجو أنه هو يدي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال أن هم يعرضوا بشكل أو بآخر المصعب اللي بتقابلهم وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجودة بتقابل يعني مستثمر ده مش عيب في الحكومة أو في الدولة احنا بنعرضه عشان نتصدى له ونحله عشان ما بقاش فيه مشكلة أبدا تعوق للسثمر اللي احنا بنتكلم عليه ترجمة نانسي قنقر